السلام عليكم. اليوم راح نتكلمو على الاشغال اللي راح يتجاريه في على مستوى سابلاد. بما ان هذا المكان هذا ويعتبر الوجهة مش شغل بالعاصمة. لكن هو جهة البلاد ككل. يعني القيمة اللي تعطى لهذا المكان هي بالضرورة راح تنطبق على كل الجزائر. ونلاحظ ان الاشغال باطئة جدا وتعطي انطباع باللي غير جيدة. ويا في الحقيقة يعني من ناحية العمل هي اللازم ننتظر نهاية الاشغال باش نقدر نحكم. المهم احنا نحاول نعطي نظرة على الاشغال اللي راح يصيرها. هنا كائن المارينا المارينا الكبيرة تعال جزائر والتابعة لولايك الجزائر. وهنا كائن مارينا نتعال للمستثمر الخاص. المستثمر متجمع الدحلي. هذا مستثمر كان عايش في امريكا. دخل البلاد عندي اياه هذه مدة عشرة ولا خمسة عشر سنة. ودار استثمارة هنا اياه. يبقى ما ندخل في التفاصيل. وهنا دار ميناء هنا اياه مارينا. بشاركة مع شريكة اسبانية هي اللي رأيتنا بتبدل اشغال. مشاهد ان العمل هنا اخضام وساحة على البحر. اه حوالي اه هنا اه حوالي اه اه دوك نشوف والاه الاغيق تقليل تكيان هنا اياه حوالي تكون اه خمسين متر اظن. هلاحظ معها. اه هنا هي اه تمانية وخمسين متر. اه تمانية وخمسين متر. اخذها على البحر. وهذا امر جيد. المارينا راح يبدأت الملامح يعني مشغل الملامح. هنا نشوفه التغليف بالمربعات انتعى الخرسانة. هنا وضع الخرسانة هنا. مشغل الحجارة. وضع الخرسانة. وهذه المساحة هذه انا راح يعني سوفته السطح. السطح. ويصبح هنا يمو السطح. وهنايا كاين ما كان هذا كله سوف يستقبل عمارات. على حسب المخطط نتعى المشروع دياله. هنا عندنا ارضيس هنا وهذه المنطقة هنا هنا عندنا مجمع انتعى المسابح تابع الولايات الجزائر ولا تابع المؤسسة القبلة. وفيس دي بلاجي دي لطورال دالجي. وهي اللي تسير هذه المنطقة هذه. وكل المنطقة تاعى الساحل هذا يا. وهذا هنا عندنا المجمع انتعى المسابح. البيسين مونيسيبال. وهنايا يعني مسابحة بالمخططة اللي عندي. هذا المشروع راح يكمل حتى الطالق هنا. لكن هناnelاشغال انا كانت اا اا قوسيدار حطه هنا او جيني سيدا ثاني حطيين هنايا ورشات متوحم منزو عقود. ما زال مو جوش. وهنا نشاهد الجسر اللي يمد الارديس هذا الجسر هذا اللي يمد الارديس هو كذلك راح يخرج في منطقة سابلات يعني هنا من ناحية ارديس وكذلك كان جسر اخر راو قيد الانشاء اهنايا المنطقة هذه نفسه نفسه هذا الجسر راح يكون هنا على مستوى هذه المنطقة يمد مباشرة نحو المركز التجاري. هنا ينعود هنا للمنطقة هذية هنا راهي المنطقة هذه المفتوحة للجمهور هذه المنطقة اه وهنا هذه المنطقة سوف يقام فيها المتحف الافريقي اللي كان اه تقرر انشاؤه في سنة الفين وتناش من طرف اه منظمة الامم الوحدة الافريقية وكان فيها قرض او كان هيبات من المنطقة الافريقية بواحد فاصلتين مليون دولار وكان قند من البنك الافريقي لانشاء هذا المتحف اللي هو في الحقيقة يعني حسب التصاميم دياله حاجة رائعة وهذه حاجة من لي هيكون المتحف يقابل من هنا المسجد العظم المقابل هنا من جهة منها وهنا نشاهد كذلك اشغال انتع محول هذا هنا ما زال ما اكتاملش هذا المحول راح يسهل راح يسهل الولوج الى جامع الجزائر اه للناس اللي يجو من جهة اه الشرقية هنا يجو يطلعوا منها ويعودوا يرجعوا منها بش يروحوا يدخلوا من هنا نحو المسجد وهذا الهذا هو هنا في الصورة عندها شهرين هو يعني في الوقت الراهن لهذا الجزء راح مكتمل لكن هنا في الصورة عندها عندها شهرين مش قديمة شوية لكن معلش نواصل اه اه التفسير انتع نتعال شرح ديرنا على الشغال هنا نلاحظ انه هنا خدموا اه 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 انا شاطئ انا اقتارحة المسؤولين هادو ما يتمسخروش بالناس شاطئ في 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 الخليج الجزائر ما كاش منها لان المياه في خليج الجزائر وحل خاصة انه هنا قرب الميناء ميناء المياه ملوانية مواذها لا لا من غير معقول ادير نتعا شاطئ اه هنا اه والمياه هنا قريب للبوع البواخر انتع الميناء تترك اه اه كتير من المواد الملوّطة فايدن اه انا نقطارح للمسؤولين انه في كل خليج الجزائر من ميناء الجزائر الى لابيروس الى تامن فست يديروا ان كورنيش شابة البروميناد على طول الساحل البروميناد رائعة بالاشجار البروميناد تكون فيها حوالي 30 كيلومتر ولا تكون بالاشجار ما شاء الله وتكون واسعة الناس تجي تدير فوتينج وتجري ويكونوا فيها دي كيوسك ما فيش بناءات غير سوادي كيوسك شابين هكذا يتحطوا فوق على طول الكورنيش وتكون كورنيش جميلة جدا وتكون عالية على البحر ما فيها لا فلاش لهم يحزانون ويكونوا فيها اشجار شابة ناخيل انواع مختلفة لان الناخيل ما فيش انواع نوع تعالى عندنا في الصحرائينا كان انواع كثيرة وتكون فيها اشجار جبيلة وتكون مقاعد وتكون الكورنيش كبيرة وعريضة ويكون عندها ارضية شابة على حسب ما راهم يبنون الكورنيش فيه وكل دول العالم دائرين بروميناد يعني مش حاجة غريبة ولا حاجة يعني عجيبة ولا في كل يعني في فرنسا في دبي في ناجد هذي المشاءات يعني ولي حبي يدير بابا بلاش نديروها خارج خارج الجزائر والسلام عليكم اشتركوا في القناة